نذهب إلى أحمد دراوشاف القدس في غياب التبني الرسمية الإسرائيلي أحمد كيف تعمل الإعلام اللعبية مع ما ينشر في إيران ومع هذا التطع بالفعل أحمد غياب للتصريحات الرسمية الإسرائيلية لكن الإسرائيليون بشكل عام كانوا بهتمين بما يجري ولو أن الهجوم الإسرائيلي كان مفاجئا لناحية الحجم إسرائيل خلال الأيام الماضية كانت تروج لهجوم كبير جدا على إيران تحديدا ليل السبت الأحد عندما شنى الهجوم الإيراني ردت إسرائيل بتسريبات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية أولا بأنها سترد فورا وثانيا بأن هذا الرد الإسرائيلي سيكون قاسيا وربما سيجر ردا إيرانيا آخر وكان هناك تسريب للقناة الثانية عشر الإسرائيلية الأكثر مشاهدة في إسرائيل أن إسرائيل تستعد لسلسلة من الضربات المتبادلة بينها وبين إيران لكن بعد هجوم اليوم الذي وصف بأنه هجوم صغير أحبط الإسرائيليون من جهال حجم هذا الهجوم لكن أيضا تنفسوا الصعداء لأنهم يعتقدون أنهم جروا إلى هذه المواجهة مع إيران جرر نتيجة بالأساس لسوء تقدير شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي التي قدرت أن الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق الكنسلية الإيرانية في دمشق لن يؤدي إلى رد فعل عنيف من قبل إيران أخطأت في تقديراتها هذه عائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين كانت صوتها مرتفعا خلال الأيام الماضية تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على هذه الحرب انجرت إلى جبهة أخرى جبهة مركزية أخرى جبهة استراتيجية أخرى هي الجبهة مع إيران على حساب التركيز في مفاوضات صفقة التبادل إلى درجة أن آخر اجتماع عقده مجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة صفقة التبادل كان يوم الثلاثاء ما قبل الماضي منذ أكثر من عشرة أيام حتى الآن لم تناقش إسرائيل بشكل جدي صفقة التبادل رغم أن خلال هذه الفترة حركة حماس قدمت ردها للاحتلال الإسرائيلي لكنه لم يناقش حتى الآن نقطة أخيرة أحمد هي انشغال الإعلام الإسرائيلي بالصاروخ الذي سقط في العراق بحسب القناة الثانية عشر الإسرائيلية فإن هذا الصاروخ ليس صاروخا متفجرا ليس هو الرأس التفجيري إنما يحمل على ما يبدو طائرات مسيرة هذا الصاروخ أطلق من طائرة مقاتلة كان يحمل طائرة مسيرة على ما يبدو أوصل الطائرة المسيرة إلى قرب الحدود الإيرانية ثم عاود هذا الصاروخ السقوط لا يؤدي إلى انفجارات بحسب القناة الثانية عشر الإسرائيلية وهذه أول مرة يستخدم على مسرح الأحداث في الشرق الأوسط والدول التي تملك هذا النوع من الصواريخ محدود جدا بحسب القناة نفسها أبقى معنا أحمد نذهب عن هذا التطور ترجمة نانسي قنقر